السلام عليكم ابناء طلبة وطلبات الصف الثاني السنوي اهلا بكم النهاردة ان شاء الله معادنا مع تكملة البريدك تيبل قبل ما نبدأ كده عندنا ولاد في حاجات مهمة جدا لازم حركة تبعرفها كتير من حضراتكم بيقول يا مستر حركة ديتنا طريقة Electronic Configuration مختلفة هي الطريقة مش مختلفة ولكن ترتيب السبليفلز فقط انا عملته بطريقة افقية دي الطريقة المفضلة بالنسبالي في كل الاحوال عندنا ولاد لازم يكون عندك طريقة واثنين وثلاثة المهم اللي انت توصل في النهاية لنفس الفكرة بتاعت Electronic Configuration طب يا مستر هو ليه حركة بتفضل الطريقة بتاعت الطريقة الافقية العادية مش الطريقة بتاعت الخطوط الميلة اقول لها حركة لان دي بتديني تصور كامل عن البريدك تيبل يعني بص معايا كده اولاد لو سمحت الخطوط الافقية اللي انا اديتها لك لو فاكر اللي بتساعدك على عملية Electronic Configuration كنا بنحط كده لسبليفلز هي تدي لك نفس الشكل بتاع الخطوط الميلة عادي جدا المهم ان حركة تكون بتعرف تستخدمها يمكن فيه ميزة كمان للطريقة الافقية اللي بتخليني اتصور شكل البريدك تيبل من غير ما بصله كنت بحط الحركة كده عندنا هنا 1S وبعدين 2S بقيت لسبليفلز بتاعت السبليفل S طبعا اللي هو اقل لسبليفل في الانرجي فبيطلع عندنا من رقم واحد لغاية رقم سبعة طيب وبعد كده يا مستر كنت بحط الحركة هنا كده 4F وبعدين 5F وهنا 3D وهدي سبليفل 4D وهنا 5D ونكمل كده عندنا ولاد بالسبليفل B 3 4 5 وهكذا ده الشكل اللي انا بفضل استخدمه طيب ليه بتفضل ده يا مستر اولى حركة لانا انا عندي شوية elements بنقول عليهم group 0 اللي هي noble gas طب ايه معنى كلمة noble gas طولينوبل gas دي معناها ان كل السبليفل والبرنسبة الانرجي ليفل اللي موجودة مليانة اللي هي مين يا ولاد بالترتيب اللي هي الهيليام الاتوميك نمبر بتاعته 2 والنيون الاتوميك نمبر بتاعته 10 والارجون ااتوميك نمبر بتاعته 18 كريبتون 36 وهكذا زنون وبعدين رادون ميزة الطريقة دي ايه انا بقول لك احنا بنمشي كده عندنا خطوط افقية من الليفت للرايت كل سبليفل بنعدي عليه في الاول هو ده السبليفل اللي عنده انرجي اقل طب انا بعرف منين الانرجي الاقل والانرجي الاكتر لو فاكر كنا بنحسب الانرجي من الرول n بلاس ال n دي هي البرنسبة الكونتوم نمبر اللي هي رينجد من 1 ل7 والل دي عندنا ولاد على حسب السبليفل اس بياخد القيمة 0 سبليفل بي بياخد القيمة 1 سبليفل دي 2 سبليفل اف بياخد القيمة عندنا 3 طيب جرب كده حضرتك لو انا هتدي لك element وليكن الاتوميك نمبر بتاعته potassium 19 هعمل electronic configuration جرب بالطرية الافقية وجرب الطرية بتاعت الخطوط الميلة لازم هتوصلك لنفس فكرة electronic configuration ميزة دي ايه حالا هقول لحضرتك هتمش كده عندنا الخطوط الافقية بتاعتك بتبدأ من الليفت تتحرك للرائت خد بالك النوبل جاس دي انا هعمل بيها electronic configuration short cut يعني هاختصر electronic configuration اول سبليفل هو سبليفل 1s carry 2 electrons خلصنا كده عندنا ولاد لون اس هنبدأ كده عندنا تاني من الليفت للرايت خطوط افقية هبدأ كده عندنا add 2s carry 2 electrons خلصنا 2s نكمل add 2b طبعا اي سبليفل بي عشان تلاتة اوربيتال ففيه 6 electron maximum خلصنا سبليفل 2b خلصت هنا كده عندنا نهاية السبليفل هبدأ كده عندنا ولاد add 3s carry 2 كده 12 electrons انا بعمل configuration عندنا 19 بعد 3s في عندنا 3b في 6 electron كده 18 electron خلصنا بعد 3b هنبدأ كده عندنا ادي 4s carry 1 ده الالكترونيك configuration بتاع البوتاسيوم بالطريقة الافقية او جرب بالطريقة الميلة بتاعت حدرتك هتوصلك لنفس النتيجة طيب احيانا انا بعمل configuration building up flat يعني بحط السبليفلز كلها او building up short cut يعني ايه short cut يعني انا هختصر الالكترونيك configuration هختار النوبل جاز اللي عنده atomic number اصغر من 19 اللي هو الارجون هكتب اارجون قيمة اللي انا كتبت اارجون عندنا ولاد يبا انا كتبت من 1s لغاية 3b اه بص كده حراك الارجون موجود فين تقول الارجون هنا عندنا مستر معنى ان حراكتك تبقي اارجون يبا انت بدأت من الاول لغاية 3b اارجون 18 اللي كان بيسأل على النوبل جاز النوبل جاز ده كل السبليفلز بالبرنسبال energy levels بتاعته completely field في الالكترون انا حاطة unit اليونت اللي هو النوبل جاز ده يمتلك كل السبليفلز بالبرنسبال energy levels completely field في الالكترون مجرد ما كتبت الارجون يبا حراك كتبت 1s كتبت 2s كتبت 2b كتبت 3s كتبت 3b نهيت عندي 3b اه يبا مجرد ما كتبت اارجون يبا انا مليت من الاول لغاية 3b اكمل بعد 3b احط عندنا كده 4s حراك حاطتلي اارجون يعني انت حاطت 18 electrons كتب انت بتعمل configuration 19 تقولي طب تمام configuration 19 يبنقص لي electron 1 لاحظ كده عندنا ولاد انا نهيت بنفس السبليفل اللي انا كنت بادئ بيه لو انا عملت electronic configuration flat يعني انا حاطت السبليفلز وكلها او عملت electronic configuration short cut لو انا استخدمت النوبل جاز للسبب ده انا بفضل الطريقة دي تاني الخطوط الافقية عادي جدا هتمشي كده عندنا خطوط افقية ال 1s خلص هتبدأ مرة تانية من هنا 2s بعدها 2b ثم 3s 3b 4s 3d 4b وهكذا قيمة دي انه بتساعدك اللي انت تعمل electronic configuration بالنوبل جاز طب جرب كده عندنا نوبل جاز لو هتدي لك مثلا كده عندنا ولاد ال iron 26 عايز اعمله electronic configuration اشتغل بالنوبل جاز مين اقرب نوبل جاز كاتوميك نومبر اصغر من ال 26 طولي مستر حراك الارجون حكتب الارجون طب كتبنا الارجون معنى ان حراك كتبتلي الارجون يبا انت كتبتلي من ال 1s لغاية 3b من ال 1s لغاية 3b طب بعد 3b طولي فيه عندنا ادي 4s فيه 2 electron يبا انا كده حاطط 20 electrons طب بعد 4s طولي مستر فيه عنده حارتك 3d ماقس كم electron عشان نقفل 26 electrons طولي مستر فاضل عندنا 6 electron طب انا بعرف الارقام دي منين قول لك لو فاكر sub level s saturated by 2 electrons maximum sub level b sub level d sub level f اي sub level s 2 electron اي sub level b 6 electron maximum 10 electron maximum 14 electron maximum كلمة maximum دي عندنا ولاد يعني ال sub level s ياخد الكباستي بتاعته اللي هي 2 او اقل sub level b ياخد الكباستي بتاعته اللي هي 6 electrons او اقل على حسب منا هعمل electronic configuration كمان مرة حارك دلوقتي عندك اسلوب مختلف هيوصلك لنفس ال configuration وهيعلمك اضافة ليك رغبة تستخدم الاسلوب المختلف ده وهتوصل ال electronic configuration وتشتغل برضه بالنوب الجاز لو انت حابب تمام عايز تشتغل بالخطوط الميلة في كل الاحوال ال data اللي انت هتشتغل بيها ميزة الشغل هنا بقى يا عندنا اولاد انا كده قدامي صورة كاملة لل periodic table بمعنى اي حد في left hand side في ال periodic table هتلاقي دايما اخره sub level s اي حد في right hand side في ال periodic table هتلاقي اخره دايما sub level b اي حد في الميدل هتلاقي اخره دايما sub level z فين ال f يا مستر اقولك ال f لو انت بصيت لل periodic table او رجعت الكلام اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت هتلاقي ال f دي separated under the table الله يعني انا عندي شكل تخيولي زهني عن ال periodic table طب مستر انا ليه حبص للشكل التخيولي الزهني وال periodic table هيبقى متاح بالنسبالي اقولك مهم جدا جدا يمكن انا اتناقشت مع حرككم كتير جدا في النقطة دي مهم جدا اعرف الاول المعلومة زي ما هي بصورة اقلدية وبعد كده ارجع للمعلومات لو انا مش متأكد في الكتاب لو انا فيه قلم انت عايز اتأكد منه لو فيه position لكن اساسي اساسي لازم اكون عارف المعلومات القيمة او الاساسية في العلم للمرة الاخيرة رسمة الbuilding up الخطوط الافقية او الخطوط الميلة زي ما حرك تحب قيمة دي هتساعدني اللي انا اقدر اعمل electronic configuration بالنوبل جاز اللي هو short cut او بالbuilding up بالفلات هنجرب كده عندنا اولاد اكتر من element يعني عندك دلوقتي اسلوب واثنين او اكتر تقدر تعمل بهم electronic configuration وهنا يا اولاد ميزة اللي انت هتشتغل بيه انا مش هسألك على الطريقة ولا في الامتحانة هيحسبك على الخطوات هو هيحسبك دايما على النتيجة يعني مهم جدا 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 النتيجة اللي انت هتوصلها في الاخر مر بقى بالمراحل بتاعت حرك زي ما يطراء ليك ولكن افضل يبقى عندك اسلوب واثنين وثلاثة ممكن تبقى الطريقة الافقية مش هتجيب معك نتيجة او انت مش مستوعبها فكر في الخطوط الميلة ممكن تبقى الطريقة الميلة عندك ازمة فيها شوية تعامل بالخطوط الافقية حاول قدر الامكان تحرر عقلك واسلوبك من الخطوات المحددة اللي ما فيش غيرها القصة في التعليم او في النمط التعليم الجديد هو اللي انت تحرر عقلك من حاجات سوابة انت لازم تستخدمها لازم يكون عندك قدرة تفكر باسلوب واثنين وثلاثة ممكن الطريقة دي توصلك طب انا مقدرش اوصل من خلالها مش هحاول فيها تاني هجرب طريقة مختلفة وهكذا فالافضل يكون عندك اكتر من اسلوب واكتر من طريقة عشان تقدر تتعامل بي بصوا لي كده اولاد لو هدي لك مثلا الامنت وليكن النيكل طبعا هدي لك اكيد الاتوميك نمبر اللي هو 28 عايز اعمل الالكترونيك كونفيجريشن بص لخطوط الافقية اللي انا قلت الحراك عليها واجرب همشي كده عندنا اولاد ادي وان اس كاري تو و ادي تو اس كاري تو و ادي تو بي كاري سيكس وبعدين سري اس كاري تو و ادي سري بي كاري سيكس خد بالك لغاية هنا اي تين لغاية هنا يعني ارجون اي تين يعني حضرتك ممكن تكتب ارجون بدل ما تكتب كل الساب ليفلز اللي موجودة عنده حضرتك طيب بعد سري بي في عندنا فور اس كاري تو يبحرك كده عمل تلي كونفيجريشن لتوينتي الكترونز انا بعمل كونفيجريشن لتوينتي ايت وبعدين سري دي كاري ايت طيب عايز يا مستر اعمل بالشورت كات قلت لك هتختار النوبل جاز اللي عنده اتوميك نمبر اصغر من الالمنت بتاعك اللي هو ارجون ايتين طيب بعد الارجون معنى لانا كتبت ارجون يبقى انا كتبت كل الساب ليفلز دي كل الساب ليفلز دي لغاية سري بي كاري سيكس فاضلك ايه طيب فاضل لي فور اس كاري تو يبقى كده توينتي الكترونز وهنا عندنا سري دي كاري ايت دي طريقة الالكترونيك كونفيجريشن بالشورت كات او النوبل جاز اللي هقدر استخدمها او استخدمها كتير جدا 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 انا شخصيا افضل استخدامها طيب معلش يا مستر ليه تفضل استخدامها اقولك ببساطة شاديرة جدا لو انا هدي لك الاتوميك نمبر بتاعته كبيرة مثلا سيلفر 47 ليك مطلق الحرية عايز تشغل عندنا ساب ليفلز وكلها انت حر افضل تشتغل بالنوبل جاز هاختار النوبل جاز اللي عنده اتوميك نمبر اصغر على طول من ال 47 اللي هو الكريبتون كريبتون ده اللي هو 36 طب لو انا بصيت عندنا للكريبتون هلاحظ ان بعد الكريبتون عندنا ولاد 5S وبعد ال 5S 4D طب ال S هنا بتاخد 2 electron يبناقص هنا عندنا 9 electrons اه بس اخد بالك انا قلت لحروتك ممنوع ممنوع تلاقي في الاتوم او في ال element ال D فيها 4 electron او ال D فيها 9 electron في المطلق يعني يا مستر يعني انا لو لقيت دايما الساب ليفلز دي عنده 9 فدايما فيه electron من ال S القبل ال D هيروح عندنا لل D ليه يا مستر قولك لسببين اول سبب ان الساب ليفل 5S والسب ليفل 4D closed في الانرجي يعني فيه فرق في الانرجي ولكنه فرق ليل طيب لما الالكترون بيعمل جومبينج من ال 5S لل 4D هيبقى عندنا ال 4D completely filled يعني stable يعني معنى كده ان السيلفر زيه زي الكبر لو فاكر كده حراك الكبر اللي هو 29 كان بيطلع الconfiguration زيه بالظبط كمان مرة اول ما اعمل electronic configuration لاتوم ولايه عندنا سبليفل دي عنده 4 او عنده 9 دايما عندنا كده اولاد فيه electron هيعمل جومب من ال S لل D في حالة ال D لو فيها 4 او ال D لو فيها 9 السبب السبب عندنا ان ال S وال D ال sequence S مع D في ال building up هما closed في الانرجي الالكترون لما بيعمل جومب من ال S لل D في حالة ال D لو فيها 4 او فيها 9 هيوصل لمرحلة ال stability طب جرب كده اولاد في عندنا element المولوبيديم 42 اعمل electronic configuration عايز تعمل electronic configuration flat انت حر عايز تعمل electronic configuration بقرب نوبل جاز انا افضل قرب نوبل جاز للمولوبيديم هو الكريبتون ادي الكريبتون 36 هعمل العادي بتاعنا اللي هي 5S carry 2 فاضل عندنا 4D carry 4 ينفع هل ينفع عندنا لاد ال D يبقى فيها 4 في حالة الاتوم يعني ايه في حالة الاتوم يعني قبل ما ال element يعمل lose او قبل ما ال element يعمل gain دي اسمها atomic structure ايه اللي هيحصل تقول لي حركة مستر عشان ال 5S وال 4D closed في الانرجي الالكترون هيقرر هو الالكترون بيقرر يا مستر اقول لك اه طبعا الالكترون بياخد قرار ان هو يبقى stable بيقرر يعمل jumping من sub level لsub level شرطي يكون فرق الانرجي قليل شرطي التاني لازم لما يعمل jumping يوصل لمرحلة stability فهنا عندنا ال S هيبقى فيها 1 وال D هيبقى فيها 5 وصل لمرحلة stability طب معلش يا مستر هو الحالة دي حالة excitation اقول لك لا ابدا الحالة دي حالة ground state ومالزاي الالكترون عمل jump تاني الالكترون قرر يعمل jump او قرر يعمل transfer صفير لوحده من ال S لل D لان فرق الانرجي قليل جدا وبعد jumping هنا عندنا اولاد بيوصل لحالة stability زي ما بالظبط كده حضرتك بتقرر تبزي المجهود مضاعف لو ان شاء الله بإذن الله النتيجة هتوصلك لحالة افضل هنا عندنا اولاد الالكترون قرر يعمل jump من ال S لل D اي S D sequence في الالكترونيك configuration بيكونوا closed في الانرجي تب هو الكلام ده ممكن يحصل في المطلق يعني ممكن يحصل في المطلق يا مستر اقول لحراك يعني مثلا لو انا عندي كاربون ادي الكاربون اعمل كده electronic configuration ادي 1 S carry 2 ادي 2 S carry 2 ادي 2 B carry 2 هل ممكن عندنا اولاد الالكترون يسيب 2 S وروح لل 2 B عشان يكون ال sub level B half field اقول لك ما ينفعش ليه ما ينفعش في ال ground state اقول لحراك شرط الجومبينج شرط ان الالكترون يعمل جومب من sub لصب لازم يكونوا الاتنين sub ما لهم في الانرجي closed طب انا هعرف منين اذا كانوا closed ولا لأ القاعدة بتقول ان ال sequence S مع دي دول closed في الانرجي يعني يا مستر يعني حالة ال 4 S و 3 D closed في الانرجي حالة ال 5 S و 4 D closed في الانرجي حالة ال 6 S و 5 D closed في الانرجي طب معلش يا مستر تعال كده حضرتك على النيكل هو ينفع تخلي الالكترون يعمل جومب من ال 4 S ل 3 D بما ان الانرجي closed قول لأتجرب هي الانرجي closed آه بس ايه الداعي ان الالكترون يسيب الفور S ويروح ل 3 D هل بعد الترانسفيرينج ده هل بعد الجومبينج ده هل هيوصل لمرحلة الاستاباليتي هل نقل الالكترون من الفور ل 3 D هيوصله لمرحلة الاستاباليتي اللي يجرب لو الالكترون عمل جومب هتبقى D1 رحلة D هتبقى D9 هل وصل لمرحلة الاستاباليتي يا مستر أقول لأ يبقى هنا الجومبينج بيحصل فقط لو كانت ال D فيها فور أو فيها 9 تقول لأ ما عليش حرك بقى تب من انت بعد ما نقلت الالكترون بقيت ال D فيها 9 أقول لأ يا فندم ما هو اصلا الالكترون نمبر 9 ده مش بتاع ال D الالكترون نمبر 9 ده أصلا بتاع ال S واللي أنا أقدر أعمله في المعلومات المتاحة بالنسبة لك لأنا أخلي الالكترون واحد فقط يعمل جومبينج لو فيه شرطين محققين إيه هما S و D سيكونس اللي هما كلوز في الانرجي إلى جانب ان جومبينج للالكترون من ال S لل D فقط لو ال D فيها فور أو ال D فيها كام يا شباب فيها 9 جرب كده أي إلمنت جرب أي إلمنت أي إلمنت هتلاقي سبليفل D فيها 4 أو فيها 9 وانت مغمض وانت مغمض نقل الالكترون من ال S لل D عشان تحقق الستابيلتي هنا ما أقدرش نقل الالكترون في ال ground state أنا ممكن نقل الالكترون بس أدي energy في الحياة هتبقى excited state في حالة ground state الالكترون فقط في القواعد اللي موجودة عندك وأنا أخذ بالك أنا أقول لك في القواعد اللي موجودة عندك لأن فيه حاجات كتيرة جدا irregularity في الالكترونيك configuration ده المتاح بالنسبة لك يعني يا مستر يعني فيه حاجات irregular برضو configuration ولكن بالنسبة للمعلومات المتاحة الحراك في نطاق الجزء اللي انت بتدرسه فقط لل S و D ويمكن حتى أعتقد أن حراك شفت اتنين إجزامبل فقط لما الكروميوم والكبر لكن كل إلمنت هتلاقي sub-level Z عنده 4 أو عنده 9 دايما هياخد إلكترون من ال S عشان يوصل لمرحلة stability طيب يبدأ لوقتي عندنا لدي تعلمت إيه تقولي حراك مستر مبدئيا أنا تعلمت أعمل electronic configuration إيه قيمته تقولي إذا كان عندنا شابتر و أنا هتطلع منه بمعلومات فالمعلومات اللي مكملة مع حراك لنهاية المرحلة هي electronic configuration طيب هستفيد منه إيه غير القيمة في بقية المرحلة السنوية اللي حراك هستفيد أقدر أعرف كل معلومة تخص الألمنت في ال-bradic table يعني المعلومات اللي تخص الألمنت في ال-bradic table مهم جدا عندنا أولاد أعرف لو أنا هتدي لك شوية elements أعرف إذا كانت هي نفس chemical properties طيب ال-chemical properties مختلفة طيب هي موجودة في ال-period number cam طيب موجودة في الجروب number cam دي حاجات مهمة جدا طيب إيه معنى كلمة period طيب إيه معنى كلمة group طيب إيه معنى كلمة block طيب إيه معنى كلمة type لل-elements ده ما جال منقشتنا النهاردة فركز كويس جدا جدا في الحاجات اللي أنا هقولها الحضر طيب خلينا أقولك كده عندنا أولاد لو أنا بناقش تاني ال-bradic table elements في نفس ال-period بتطلع عندنا يا أولاد same number من levels يعني إيه يعني أي elements في نفس ال-period هي ليها نفس النمبر من ال-principal energy level طيب elements في نفس ال-group اللي هي vertical line هتطلع برضو عندنا أولاد same بس في ال-chemical same في ال-chemical properties يعني يا مستر حراك لو أنت بصيتلي على أي elements في نفس ال-period وأنا مغمض هي عندها نفس عدد ال-principal energy level ولكنها different في ال-chemical properties elements في نفس ال-group وأنا متطمن هيطلعوا same chemical properties لكن مليون في المية different number في ال-principal energy level طيب يا مستر حرودك هحدد ال-period number إزاي قولك ببساطة شديدة جدا عشان تجيب ال-period number هتعمل electronic configuration أكيد جديد وتدور عندنا أولاد على sub-level S خذني عندنا آخر sub-level S النمبر اللي قابليه هو ده ال-period number تاني يعني وانا بعمل electronic configuration دايما هدور على sub-level S اللي موجود عندنا في ال-configuration وهاخد النمبر اللي موجود قابليه هو ده ال-period number طب بالنسبة بالنسبة لل-group number هنقسمها كده عندنا أولاد لشوية احتمالات بالنسبة لل-group number لو آخر sub-level في ال-configuration هو S أو آخر sub-level في ال-configuration هو B هنخلي تديه كده على جنب شوية لو آخر sub-level في ال-configuration هو S كل اللي هعمله هناخد ال-number of electrons وحط جنبها symbol A بمعنى تقول لك المنت مثلا وليكن الليثيوم 3 عايز ال-position اللي هي ال-period وال-group تقول هيعمل electronic configuration وآدي 1S carry 2 وآدي 2S carry 1 طيب هو ال-المنت ده وان في ال-period تقول حركة مستر ده ده في ال-period number 2 طب عرفت منين أقول لك ببساطة شديدة جدا لما عملت electronic configuration قلت لك دور على آخر sub-level موجود عندنا S خد ال-number اللي قابلي ده ال-period number طب بالنسبة لل-group أقول لك ال-group number في عندنا مجموعة قواعد لو آخر sub-level ظهر في configuration هو S هناخد ال-number وإلكترون اللي موجودة هنا هنا عندنا قيمة 1 وحط جنبها symbol A طب ايه symbol ايه ده يا أولاد symbol ايه ده ان انا عندي ال-breedic table بتاخد ارقام من 1 ل 8 بس في الواقع انا عندي vertical line في ال-breedic table عددهم اكتر من 8 بمراحل فقررنا عشان ما نكبرش الارقام ندي الجروبات من 1 ل 8 A ومن 1 ل 8 B مع ملاحظة ان ال-elements في نفس ال-group هي chemical properties ال-elements في نفس ال-period هي same number من ال-brincipal energy level طب ما عليش يا مستر وانا هكتب 8 english ولا latin اقول لك لازم تبقى عارف لتنين يعني يا ولاد يعني حراك دوان وده عندنا 2 وده 3 وده 4 وده 5 نفس القصة طب يا مستر حدودك هو ضروري اقول لحراك ضروري علشان انت هتقرأ اللي هو مدهولك يعني حراك مش هتكتب لو انت اللي هتكتب اكتب بالانجليش اكتب بالعربي اكتب باللاتن زي ما انت عايز لكن معظم الاسئلة عندنا هتبقى اختيارات زي ما قلتلك فلازم حراك تبقى عندك القدرة اللي انت تعرف ده معنى ايه معلش يا مستر طب دي حاجات بسيطة وإحنا عارفين اقول لك للأسف في ناس مننا مش عارفة المبادئ والاساسيات يبقى انا بتكلم هنا عندنا ولاد على الجروبات من ون لئيت طيب جرب تاني كده يا ولاد لو هد الحراك مثلا وليكن الماغنيسيوم عايز اجيب بتاع الماغنيسيوم قولي اعمل استخدمت عندنا طيب بعد النيون قولي بعد النيون في عندنا بص في رسمة بتاعت حضرتك واعمل الالكترونيك عايز اجيب البريود نمبر واللي مستر حراك قلت لنا البريود نمبر بندور على آخر سابليفل اس ناخد النمبر اللي قابليه اللي هي رقم سري طيب عايز اجيب الجروب نمبر واللي بالنسبة للجروب نمبر لو آخر سابليفل ظهر في الكونفجريشن هو سابليفل اس بناخد النمبر هنا وحط جنبها السيمبل اي السيمبل اي كمان اللي هو معنى تاني حاول الله حراك عليه بعد ما نكمل تحديد البوزيشن طيب السؤال هل تتوقع ان الليثيام والماغنيسيام نفس الكميكال بروبرتز طيب مستر بما انه هما جروبات مختلفة يبقى مليون في المية مش نفس الكميكال بروبرتز طيب هل تتوقع انهما عندنا ولاد نفس النمبر من البرينسبال انرجي لفل طيب مستر مدام هي بيريودز مختلفة يبقى معنى كده عدد البرينسبال الانرجي لفل في الليثيام 2 وفي الماغنيسيام عندنا 3 يبقى يا مستر القيمة اللي انا هعرف معلومات تخص الالمنت من مجرد الكونفجريشن وتحديد البوزيشن طيب يا مستر ده لو كانت الاس طيب لو كانت البي اقول لك لو كانت البي عندنا احتمالين لو السبليفل بي عنده من 1 ل5 كل اللي اعمله هاخد الالكترون اللي موجودة عندنا في السبليفل بي بلاس 2 وحط جنب الجروب نمبر السيمبل اي تريس لحادثك في بعض الكتب بتكتب بلاس الالكترونز بتاعت الاس مش هتفرق ما هو الالكترونز عندنا بتاعت الاس عندنا بتطلعتو جرب كده عندنا ولاد اجرب مسلا لو هدي الحراكة عندنا ادي الكاربون ادي الاتوميك نمبر بتاعتو هعمل له ادي وان اس كاري تو و ادي تو اس كاري تو و ادي تو بي كاري تو المطلوب بتقول لي مستر المطلوب اجيب البوزيشن وبعد ما اجيب البوزيشن اكتشف هل هو سيم كيميكال بروبرتز مع الليثيام والماغنيسيام هل له نفس عدد البرينسبال انرجي ليفل بتاعت الليثيام والماغنيسيام بتقول لي نجرب هاتلي كده البريود نمبر بجيب البريود نمبر ازاي تقولي البريود نمبر دي سهلة جدا بدور على سبليفل اس باخد الرقم اللي قابليه انه سبليفل اس اخر سبليفل اس ظهر في الكونفيجريشن فده يقولك انه هو بيريود نمبر تو طب يعني ايه بيريود نمبر اقولك البريود نمبر دي يعني النامبر بتاعت البرينسبال انرجي ليفل اللي موجودة عندنا في الالمنت يعني الكاربون نتوقع انه عنده اثنين برينسبال انرجي ليفل ده موجود في ال ситу慎 طيب زيه زي مين تقول لي مستر زيه زي الليثيام يكون نتوقع انه هو مع الليثيام في نفس الباريود طب بالنسبة للجروب نمبر وللقاعدة بتاعة الجروب نمبر لو انا عندي سبليفل بي بشوف عدد الالكترونز لو هي من 1 ل5 هناخد الالكترونز هنا في الحالة اللي هي 2 بلاس 2 يعني تطلع لك عندنا جروب 4 بي سوري جروب 4 اي طب معنى ان هي جروب 4 اي هل هي نفس الكيميكال بروبرتز بتاعة الليثيوم تقول لي لأ هل نفس الكيميكال بروبرتز بتاعة الماغنيسيوم برضو لأ طب الجروب نمبر دي تعبر عن ايه؟ اقول لك الجروب نمبر دي عندنا ولاد بتعبر عن النمبر الفيلانسي اللكترونز الالكترونز دي اصلا هي الكيميكال بروبرتز النمبر بتاعة الالكترونز هي الكيميكال بروبرتز كمان مرة يبعا عايز اجيب Olive بع ايض ا pc يعني period number و professive group number period number اخر سبليفل اس زاهر في الconfiguration باخد النمبر اللي قبليه جروب نمبر لو السابليفل اس هناخد النمبر of electrons ونحط السيمبل ايه لو الاخر سابليفل ظهر في الكونفجراشن هو سابليفل بي من وان لفايف هناخد الالكترونز بلاس تو او الالكترونز بلاس الالكترونز بتاعة الاس مش فارق طب يا مصدر لو السابليفل بي عنده ستة الالكترون وده وارد قولك ستة الالكترون دي عندنا ولاد تعني اللي انا بتكلم على element في الجروب زيرو يعني noble gas اه بس حرك عندك exception من النوبل جاز اللي هو الهيليم الهيليم ده هو وان اس كاري تو اه بس برضو بيطلق عليه جروب زيرو طب ايه اللي اخبطة دي يا مستر او اللي حارتك اصل اصل النوبل جاز هو عبارة عن ايه للناس اللي سألت كتير كلمة نوبل جاز يعني كل البرينسبال انرجي ليفل كومبليتلي فيلد طب هو الهيليم اصلا يملك كام برينسبال انرجي ليفل مستر بما ان الهيليم اتومك نمبر تو فهو بيمتلك برينسبال انرجي ليفل واحد وفيه اتنين الالكترون اذا الهيليم بيتصنف نوبل جاز بس يمكن هو النوبل جاز الوحيد من ضمن الستة نوبل جاز اللي مش اخر سابليفل بي عنده ستة الكترون كمان مرة يبانى عندي يا مستر دي ازاي اجيب الجروب نمبر لو السابليفل اس لو السابليفل بي لو السابليفل بي الحالتين اللي انا مدهم لك طب هنجرب كده عندنا شوية ابليكيشن على الكلام ده حديلك عندنا كده ولاد اي الم انت مثلا اي الم انت بقى هيجي لحادثك واطلب منك البوزيشن لما اطلب منك البوزيشن يبس ياتك اوتوماتيكلي حتجيب لي البريد نمبر والجروب نمبر اكيد عشان تجيب البريد نمبر والجروب نمبر قدامك طريتين ممكن ابص في البريدك تيبل طب تمام ما كده اسهل وافضل بمراحل يا مستر اقول لك اه تمام بس حادثك احنا اتفقنا لازم يكون عندك الامكانية اللي انا اعرف اجيب البوزيشن الاول بصورة تقليدية ولازم اعرف برضو معنى البوزيشن معنى كلمة بيريود نمبر ومعنى كلمة جروب نمبر وبعد ما حارتك تتعرف بصورة تقليدية دايما بقول لك الكلام ده بعد ما تتعرف بصورة تقليدية ابتدي تعامل بالصورة الانسب والاسهل بالنسبالك خلينا نقول كده اولاد لو هدي لك مثلا المنت زي الكولورين سيفنتين هاتلي كده البوزيشن طب هعمل الالكترونيك كونفيجريشن ليك مطلق الحرية ادي 1S carry 2 ادي 2S carry 2 و ادي 2B carry 6 و ادي 3S carry 2 كده 12 electrons و ادي عندنا 3B carry 5 طب عايز تعمل بالنوبل جاز انا افضل بتقول لحركة مستر هنعمل نيون 10 و ادي 3S carry 2 يبقى كده 12 و ادي 3B carry 5 يبقى انا كده وصلت لنفس الالكترونيك كونفيجريشن اللي احنا اتفقنا عليه طيب ايه المطلوب طب لسه الحركة المطلوب نجيب الperiod number طب بجيب الperiod number ازاي طب اللي بدور على اخر sub level S باخد النمبر اللي قبليه اللي هي 3 طب معلش يا مستر هو حركة ليه بتجيب الperiod number من sub level S اولا حركة لو رجعت رسمة الbuilding up كمان مرة sub level S ده بادئ من number 1 لغاية number 7 يعني ايه؟ يعني مفيش element في elements بتاعة حركة اللي هتعملها electronic configuration غير لازم يكون في الconfiguration بتاعته sub level S تاني sub level S هو sub level الوحيد اللي موجود عندنا من number 1 يعني من الperiod الاولى للperiod السبعة فطبعا افضل نجيب عندنا بالsub level S طيب خلينا نجرب كده عندنا مستر انا جبت كده الperiod number تبهتلي كده لو سمحت الgroup number قاعدة الgroup number بتقول ايه؟ تقول مستر اه لو كان عندنا sub level B sub level B لو ما كانش نوبل جازي لو ما كانش 6 electron بناخد عدد الالكترونز plus 2 او الالكترونز بتاعت ال B plus الالكترونز بتاعت ال S اللي هي 2 فيطلع عنده حارضك group 7 group 7 ايه؟ طب جرب تاني هجرب تاني كده عندنا مستر حد الحراك عندنا element ولا يكون الالومنوم 13 واطلب منك هل الالومنوم 13 في similarity في الchemical properties مع الكلورين ولا في similarity مع الكلورين في ال number of principal energy level ولا ايه بالضبط تقول مستر حراك عشان نعرف الكلام ده لازم هعمل electronic configuration او هبص في البريريك تيبل افضل نعمل electronic configuration وهولك برضو ايه قيمته هعمل electronic configuration add a on 10 نكمل add 3S carry 2 كده 12 add 3B carry 1 طيب period number تقول مستر الالومنومت دوان في ال period number 3 اه يعني معنى كده ان هو عنده نفس عدد ال principle energy level زيه زيه الكولورين طيب هل تتوقع نفس ال chemical properties بالمناسبة مدام هم الاتنين موجودين في نفس ال period يبه هم في جروبات مختلفة لو تواجد ال element في نفس ال period ونفس ال group يبه هو element واحد وده ما ينفعش طيب هاتلي كده ال group number تقول لل group number القاعدة بتقول لو ال sub level B في من 1 ل 5 هناخد الالكترونز بتاعة ال B plus الالكترونز بتاعة ال S او بلاس 2 يطلع عنده حروتك group 3 ايه يبه معنى كده عندنا ولاد الالومنوم والكولورين نفس ال number من ال principal energy level لان هم موجودين في نفس ال period بس groups مختلفة يبه ال chemical properties بتاعتهم مختلفة طيب يا مستر حدودك انت دلاتي قلت لنا انا ممكن ابص في ال predict table مباشرة طيب معلش حدودك اللي بيخلي في قيمة اللي انت تديني طريق تحديد ال position period و group بدل ما بص في ال predict table مباشرة اقول لك القيمة لو انا ربطي لك كده ما بين ال quantum numbers ال 4 وال position بتاعة ال element ازاي يا مستر اقول لك بصيك انا معايا لو سمحت لو هدي لك ال quantum numbers ال 4 لاخر electron ظهر في ال configuration n equal 4 l equal 0 ml equal 0 ms equal bost of half ايه دا يا مستر اقول لك ده دي ال value تاعت ال quantum numbers ال 4 لاخر electron ظهر في configuration ل element اسمه x طيب عايز اعرف ال position بتاعته يعني ايه position تقول لي مستر حراكي انا عايز ان اعرف ال period وال group ولما اعرف ال period وال group هقدر اعرف عنه معلومات كتيرة جدا طيب كنت دايما بقول لك اربط لاتنين دول كده ببعض بمعنى هذا ال element اخر sublivel في ال configuration تمام هي فور اس اروح جاي راسم مباشرة sublivel اس اللي ال ml بتاعته دايما بزيره يعني ايه دايما بزيره يقول لي مستر حراكي ال اوربيتال دا قيمة ال ml بتاعته عندنا بزيره شكل ال electron cloud لل اوربيتال بتاع السبليفل اس زيره طيب ms بوسط في هاف يعني ايه يعني السبليفل اس دا فيه electron clock wise دا معنى ان انا عندي element اخر sublivel فور اس كاري 1 طيب معلش بقى مستر مين ال element دا يقول لك يبنا هبدأ electronic configuration ادي 1 اس كاري 2 و ادي 2 اس كاري 2 و ادي 2 بي كاري 6 و ادي 3 اس كاري 2 و ادي 3 بي كاري 6 و ادي 4 اس كاري 1 electron طيب يعني معنى كده مستر اللي انت تتعامل مع element الاتوميك نمبر بتاعته 19 اللي هو البوتاسيوم ايه المطلوب اقول لك المطلوب عديلي السبليفل ادي السبليفل اقدر اعدها وهي موجودة قدامي بالشكل دا طيب يا مستر ادي sub ادي الثاني الثالث الرابع الخامس السادس يبقى في عندنا 6 sub level occupied بالالكترون عديلي الorbitals which occupied اقول لك الsubليفل اس هي orbital subليفل اس هي orbital subليفل بي هو 3 orbital subليفل اس هو orbital subليفل بي هو 3 orbital subليفل اس هو orbital انا كده بجمع الorbitals which occupied طيب تحديدا الsubليفل for s فيه elektron واحد ممكن اقول لك انا عايز الorbitals which completely filled with electrons يبقى حارتك وانت بتعد الorbitals which completely filled with electrons مش هتاخد الالكترون اللي موجود في الاس سوري مش هتاخد الorbitals بتاع subليفل اس تاني لو انا قلت لك انا عايز number of orbitals which occupied بالالكترون number of orbitals which occupied بالالكترون هياخد كل الorbitals اللي فيها elektron طيب لو انا عايز number of orbitals completely filled with electrons هل السبليفل اس اللي هو orbital واحد هل هو completely filled تقول لي لا امال ده ايه يا مستر اقول لك ده half filled يعني فيه single electron اذا الorbitals completely filled هتطلع 9 لو انا جمعت الorbitals دي اللي هي completely filled هتطلع 9 لو انا عايز الorbitals which occupied يبقى هتطلع 10 تاني ال9 orbitals دي هي completely filled with electrons لو انا عايز الorbitals completely filled هتطلع 10 ولا تطلع 9 تقول لي لا مستر هتطلع 9 لان الاس ده فيه elektron واحد لو انا عايز الorbitals which occupied يبقى انا هجمعهم كلهم طيب معلش مستر بقى والبوزيشن اقول لك والبوزيشن حراك انت عايز الperiod number تقولي الperiod number 4 عرفت منين ادي sub-level s باخد ال number اللي قبليه يبقى ده period number 4 طيب عايز الgroup number قولك لو اخرنا sub-level s هناخد ال number of electrons يبقى دي عندنا هو only one electron يبقى group number 1 e طيب معلش كمان مرة بقى بقى بسطر يعني حادثك لو انت حابب تجيب الposition بتاعة ال element يعني period وgroup اديت لحراك قواعد الperiod number مباشرة بتدور على اخر sub-level s وتاخد ال number اللي قبلها sub-level s دوان متواجد من ال level الاولاني لل level السابع حاجة كمان لو انت عايز تجيب ال group number لو كان عندك sub-level s واخر sub-level زهر في configuration تاخد ال number of electrons وتحط symbol a لو sub-level b عندك احتمالين من one ل5 بناخد الالكترون زي بلاستو لو sub-level بي completely فيلد يعني ستة الالكترون بنقول عليه group 0 ومعنى طبعا الهيليم ده group 0 كمعليش مستر و sub-level d و sub-level f اقولك sub-level f انا مش هنقش خالص لكن انا هنقش مع حراك كده sub-level d لحضرتك لمعلوماتك الشخصية هو قيم ومهم للأسئلة اللي بتيجي عليه خلينا نقول كده عندنا ولد لو انا هنقش ازاي اجيب ال-position ل-element اخر sub-level d sub-level d بالنسبة لي فيه 3 احتمالات ايه الاحتمالات اقولك sub-level d لو فيه electron من 1 ل5 هعمل ايه هناخد number of electrons plus number of electrons اللي موجود عندنا في ال-S يعني يا مستر يعني حراك sub-level d لو فيها من 1 ل5 هناخد ال-electrons بتاعة d plus ال-electrons بتاعة ال-S بس هنحط symbol b جنب الجروب number جرب اجرب ايه اقول لك جرب كده عندنا ادي ال-scandium 21 هتلي period وهتلي group اقول لحركة مستر ادي argon 18 4S carry 2 بعد ال-argon كده حطيت 20 electrons ودي عندنا 3D carry 1 تبهت ال-period number بنفس المبدأ اخر sub-level s هناخد ال-number اللي هي period number 4 يعني ايه period number 4 يعني عنده 4 energy level في ال-structure بتاعته بالنسبة للgroup number القاعدة بتقول sub-level d لو هو اخر sub-level في ال-configuration وفي electrons من 1 ل5 هناخد electrons plus electrons بتاعة ال-S يعني 1 plus 2 فتطلع عندنا group 3 B جرب جرب كده عندنا اولاد لو هدي الحراك مثلا element وليكن chromium 24 هعمل electronic configuration ادي argon 18 و ادي 4S و ادي 3D طبعا ال-chromium ده في abnormality abnormality يعني ايه تقول حراك مستر يعني هنا 1 وهنا 5 طب ليه مستر ما حططوش 2 4 خلاص بقى مفترض اللي انت زهقت جدا من المعلومة دي مستحيل وهو atomic structure وهو atom يعني قبل ما يلوزه وقبل ما يجين لقي في 4 السبب ان ال-electron بيعمل jump من ال-S لل-D لانه هما closed في ال-Energy في حالة ال-D لو فيها فور او فيها نانا عشان يبستيبول هاتلي ال-period number هو ال-period number هو ال-period number بتاعت ال-D بلاس ال-electron بتاعت ال-S هاتلي 5 بلاس 1 هتطلع عندنا جروب 6 بي طيب يا مستر حدوتك ال-D مش دايما من 1 ل5 ده دي عندنا بتاخد ال-electron من 1 ل10 اقول حراك عندنا لو ال-Sub level D في 6 او 7 او 8 ايه ده يا مستر اقول لك احنا لقينا في البريد تكتيبوا لعندنا ولاد 3 vertical line 3 group نفس chemical properties قررنا نديهم group number واحدة اللي هي group number 8 وقررنا نخليهم مميزين ما نحطش جنبهم ولا ايه ولا بي تاني اقول حراك مستر يعني انت الوقت عندنا لو لقيت ال-Sub level دي عنده 6 او 7 او 8 او بنزل مباشرة group 8 تب ده معنى ايه اقول لك ده معنى ان فيه 3 vertical line جنب بعض فيه 3 group جنب بعض نفس chemical properties فيهم similarity فيهم ميزة مختلفة عن بقية الميزة دي دايما المنس عندنا اللي هي موجودة عندنا في ال-period number بتطلع عندنا فيها properties ولكن فيه 3 group عندنا اللي هي group اللي اولها iron والج اللي اولها نيكل الجروب بتاعت ال-iron كلها والجروب بتاعت الكوبالت والجروب بتاعت ال-nickel طلعوا نفس ال-chemical properties هجرب كده عندنا ولاد فقررنا نعدل شوية في القواعد او نغير القواعد عندنا او نديها ميزة خاصة بيها ونديها عندنا ال-group number 8 اعمل كده configuration لل-iron هعمل configuration لل-iron ادي argon 18 وده 3D carry 6 period number كام تقول مستر خلاص دي بقى منتهية بالنسبة لك ده period number 4 طب group number كام تقول حركة مستر حضراتك قلتلنا لو sub-level D عنده 6 او 7 او 8 بتنزل عندنا group 8 طب group 8 ايه ولا بيه هي 8 فقط طب الكوبالت argon 18 4S carry 2 3D carry 7 طب ال-group number هو نفس group number اللي هي group number 8 طب بالنسبة للنيكل هو argon 18 هي 4S carry 2 وده 3D carry 8 هي برضو نفس group number الله يعني يا مستر حركة عايز تقول ان اي element في ال-configuration هيطلع ال-sub-level دي عنده 6 او 7 او 8 بينزل group كام يا شباب group 8 طب معلش يا مستر ده حذكر احنا بنتكلم على 3 element مختلفين موجودين في نفس ال-period ونفس الجروب اقول لك وعلشان كده حطنا لهم قاعدة مميزة خاصة بيهم دايما بيبقى فيه similarity لل-elements في نفس الجروب رغم ان ال-3 element دي عندنا يا مستر جنب بعض في-period واحدة يعني انا بسيط ال-redictable حلقة ال-iron يلي الكوبلت يلي ال-نيكل رغم ان هم موجودين ورا بعض في نفس ال-period ولكن ال-chemical properties بتاعتهم سيم فقررنا ندي لل-3 element دول بالجروبات بتاعتهم كلها جروب نمبر 8 عشان تقول ان فيهم ميزة مختلفة عن غيرها الميزة المختلفة عن غيرهم مع بقية ال-elements اللي هم فيهم similarity في ال-chemical properties رغم ان هم موجودين في بريد واحدة كمان مرة يبقى سبليفل دي لو عندك من 1 ل5 هتاخد ال-electrons بلاس ال-S سبليفل دي لو عندك 678 هتنزل جروب 8 اخر احتمال سبليفل دي لو في 9 او 10 ايه اللي هنعمله هناخد ال-electrons خد بالك ال-اصلي minus 8 تاني ال-electrons ال-اصلي minus 8 وحط جنبها symbol B طيب ما عليش يا مستر بقى تقصد بال-electrons الاصلي دي اولى حرك وانا وانا بعمل electronic configuration قبلتنا حالتين خاصتين حالة sub-level دي هو 9 وحالة sub-level دي هو 4 في حالة الكروميوم كان sub-level دي عنده 4 خد ال-electron بتاع ال-S اذا الخمسة ال-electron اللي موجودين في ال-D مش كلهم اصلي مصدرهم ال-D ده فيه ال-electron عمل jumping من ال-S لل-D عشان يوصل لمرحلة ال-estability وفي حالة الكبر نفس الكلام وانا بجيب ال-position لأي element sub-level دي عنده 9 او 10 هاخد ال-electrons الاصلية يعني في حالة الكبر هقول لحارتك ال-sub-level دي عنده 10 ال-electrons ال-electrons الاصلية 9 هتبقى 9 مينس 8 هتنزل لك group 1 بي وهكذا طبعا اللي احنا خدنا النهاردة كان بيعلم حارتك ازاي تقدر تجيب لل-position period وgroup بالنسبة لل-predictable وبالتالي هتقدر تقيم اذا كان فيه في ال-chemical properties ولا فيه اختلاف كل رجاء ان يكون الكلام اللي احنا قلناه مع بعض النهاردة افادك بعد ربنا سعاد على وعد ان المرة القادمة هيكون فيه تدريبات